اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حسام وصالح عندهم كتير او يقدموا لمنتخب المصري واعتقد ان من وجهة نظري انهم اضافة قوية لمنتخبنا انما هيكون موضوعنا نهاردة هو ايه الدور اللي ممكن يقوم بيه السنائي سواء بقى صالح او حسام لمنتخبنا الوطني وامتى ممكن يتم الدفع بهم خلال اللقاء او كأساسيين او احتياطين ده اللي هنتكلم معنا طبعا في ديوفنا اللي هيكونوا موجودين معنا من خلال طبعا الفترة القادمة او الفترة التانية او المرحلة التانية من برنامجنا نعيزا لكم ان طبعا ده صالح جمعة اللي تقلق بشكل كبير مع النادي الاهلي في الفترة السابقة يعني اعتقد ان كابتن حسام كمان كان سعيد جدا بعودة صالح جمعة مع الفريب بالشكل اللي احنا شفناه كل جمهور الاهلي كان سعيد كل جمهور مصر كان سعيد بصالح جمعة وعودته لانه عنده مهارة مميزة جدا بقى امانة ما نجي نبص حتى للأهداف اللي احرزها سواء بقى الهدف ده او الهداف اللي كان بيشترك فيها مع زميله وحمودي وحمودي مع صالح الامور كانت فيها سنيات ايضا وفنيات عالية جدا من صالح هو واضح انه كان مركز بشكل كبير هو واضح انه كان يعني ايه خلاص فرصة كانت جياله وكان لازم يمسك فيها بيدين وسنانه عازوا لكم ان صالح انتهز الفرصة لان منتخبنا الوطني محتاج لعب زي دي يعني عشان كده التفكير واللعب لازم يستخدم زكاء وسواء بقى في الملعب او خارج الملعب لما انا ابتدي اركز وشايف ان الامور حوالي متاح ان انا ابقى من موجود في النادي الاهلي كلعب اساسي وموجود مع منتخب مصر لازم استغل الفرصة دي وهو الصراحة بامانة يعني اشتغل بشكل كويس ونتمنى احنا كلنا ان صالح يبقى في التركيزة وبالاهتمام اللي هو بيهتم به في الملعب سواء بقى في تدريب او في مباريات اعتقد انه هي افضل من كده بكتير لان صالح عنده امكانيات هيلة عنده لسه طاقة موجودة كلاعب لسه صغير السن يقدر يخرج من خلال توجوده في الملعب في الفترات القادمة سواء بقى مع النادي الاهلي ومنتخب مصر وسعادة جمهور الاهلي به انه شايف لعيب زي ما بيقول معلم ابن معلم يبقى موجود مع النادي الاهلي في الفترة القادمة خصوصا ان احنا داخلين على بطولات كتير النادي الاهلي دلوقتي مطالب ببطولات كتير مطالب عندك بطولة افريقيا عندك بطولة السوبر المصري عندك السنة الجاي بقى انت منحقق سنائية فلازم تحافظ على اللقب سواء بقى هنا او هنا سواء في الدوري او في الكاس ايضا ان شاء الله لو وصلنا لنهاية افريقيا ولعبنا وكسبنا البطولة ان شاء الله عندنا كاس عالم للاندية وهكذا هكذا دائما النادي الاهلي انت وجودك فيه كلاعب ده مكسب كبير ليك وايضا طبعا حاجة مميزة جدا جدا عشان كده صالح من اللعيبة اللي اعتقد مستر هيكتور كوبر من خلال وجوده في المعسكر في التوقيت الحالي هيكون بيفكر بشكل كبير خصوصا في الجزء الفني يعني اما نجي نبص اوه مستر هيكتور كوبر ما بيغيرش تقريبا في التشكيل هتلاقي عبدالله سعيد موجود ولكن في وقت ملوقات لما نزل عبدالله سعيد مع صالح جمعة مع النادي الاهلي مع دي التجارب دي مستر هيكتور كوبر بيبص على الدور المصري وبيبص اتنين لعيبة بيكونوا مهمين او بيتعاملوا مع بعض بشكل مميز جدا داخل الملعب اكيد هيبقى ده مكسب لي انه هو ممكن يتعامل بنفس الاسلوب لما صالح جمعة تكون محتاجه في تغييره وعبدالله سعيد موجود داخل الملعب عشان تزود الجزء الهجومي لو احتاجته في مباراة اوغندا القادمة اول اللي بعدها هيقدر يتعامل صالح مع عبدالله سعيد ومزميله اللي في الملعب بنفس الشكل اللي كان بيتعامل مع النادي الاهلي فبالتالي مستراته الكوبر اعتقد هيشتغل على الجزئية دي مع طبعا الامكانيات الخاصة لصالح جمعة في الباص المميز دلوقتي عنده قدرات كمان انه هو بيكمل في الـ 18 بشكل مميز وده اللي كان ناقص لصالح جمعة وحلوا بشكل كبير او طوروا بشكل كبير من خلال اداءه في الفترة السابقة عسامة عشور طبعا دعيد مميز محدش يقدر يتكلم هو افضل لاعب خط وسط في تاريخ مصر كلها بيتعامل في نص ملعب وفعلا زي ما نقول ايه في نص ملعب رايح جاي شمال يمين ونصمار نص ملعب لما نيجي نتكلم ان هو بيقوم بأدوار دفعية مميزة جدا للفرق كلها سواء بقى النادي الاهلي او متخب مصر ان شاء الله وده الهدف اكيد من ميزة ركتور كوبر ولكن انا متوقع تفكر كده ميزة ركتور كوبر ضم لي حسام عشور هل ممكن يلعب بتلاتة في نص ملعب مع متخبنا الوطني في المباراة القادمة لا انا بشوف ان ميزة ركتور كوبر ما بيغيرش الشكل الاداء اللي هو اربعة اثنين تلاتة واحد ولكن طبعا حسام عشور في وقت ما لو قات لو هو احتاج الجزء الدفاعي في نص ملعب اعتقد حسام عشور هيبقى هو الاقرب للجزئية دي لان هو فعلا لعب مميز تقدر تعتمد عليه خبراته كبيرة في افريقيا مع النادي الاهلي وخبراته كبيرة مع متخبنا الوطني قبل كده وايضا خبراته كبيرة في الدولة المصر تؤهله ان هو يقدر يزبط رتم الملعب في حتة الباص في حتة قطع الكورة من الفريق الخصم في حتة الانقودات باستمرار على الفريق الخصم ويمنع هجمات كتير ممكن تبقى عليك من خلال طبعا الفريق الخصم فبالتالي انضمام حسام اعتقد مكسب كبير ايضا لمتخبنا الوطني وكنا بالنادي بيه وبنستغرب بشكل ما ازاي لعب زي ده موجود باستمرار واساسي باستمرار مع النادي الاهلي ما يبقاش موجود في منتخب مصر بالرغم الامكانات الكبيرة اللي موجودة عنده والاعتماد دخل لبنا احنا كل مدرب سواء اجنبي او مصري جي النادي الاهلي اعتمد على حسام عشور بشكل اساسي على مدار تاريخه حسام عشور يمكن احرص بطولات كتير مع النادي الاهلي اعتقد عدة التلاتين بطولة فبالتالي يعني لعب اساسي ولاعب مميز وما نيجي نبص على مدار الموسم لعب 98% من مباريات النادي الاهلي فبالتالي لعب مميز ومؤثر لفريق النادي الاهلي مؤثر في الدور المصري فبالتالي الاستغرب بيجي من الجزئي ده ولكن طبعا ميستر هويكتو الكوبر واضع زي ما بقول عمود فقري للمنتخب الوطني بيختار اللعيبة على اسس معينة طبعا حسام عشور انضمامه حاليا للدوري او المنتخب في الوقت الحالي ده مكسب لمنتخبنا احنا يعني كلنا امل ان شاء الله وده اللي احنا هنتكلم فيه مع ديوفنا تعاناك المباراة القادمة هي فيصل بشكل كبير وجود مكسب او نتيجة ايجابية بس المكسب طبعا هيخليك في حتة تانية خالص حتة تانية زي اللي اتمئنان على النتيجة ان شاء الله هنا في مصر وتدوس اكتر انك تكسب اوغاندا هنا ايضا لو انت كسبت هناك ان شاء الله وتكسب هنا خلاص انت بالنسبة لك الامور فاضلك مارش كونغو اوغانا يعني اعتقد خلاص الامور بقت مريحة بالنسبة لك فالمكسب هناك ده هيريحنا كتير جدا حتة الحتة النفسية طبعا حتة الحماس اكتر هيزيد عندك والرغبة اكتر هتزيد عندك بشكل كبير حتة بقى انت بقى تروح مباراة غانا وانت هادي وانت بتلعب والامور مش في دماغ خلاص انت خلاص بقى وصلت لكاس العالم هتخليك الى حد ما تفتكر الستة واحد اللي انا ما بحبش هتذكره وتقدر زي ما بنقول ناخد حقنا في وقت ما الوقت انت بتلعب ما عندكش ضغوط ما عندكش اي مشاكل تقدر مع الامكانات اللي موجودة اللعبين المحترفين اللي على اعلى مستوى اللي في البريمير ليج عاصم محمد صلاح رمضان صبحي احمد المحمدي احمد حجازي اللعيبة المميزة طبعا تريزيجي اللعب المميز اللي موجود في قاسم باشا التركي وعمل معهم شغل رائع ابن كفر الشيخ تريزيجي اللعب مميز جدا ايضا من اللعيبة اللي بيعتمد عليهم مستر هكتر كوبر لعيبة فعلا على مستوى عائلة مش عايزة يعني طبعا لبقية اللعيبة المحترفين عبدالشافي كل اللعيبة الصراحة على مستوى عائلة لعيبة منتخبنا الوطني واللي عندهم اكيد من جواهم هدف والهدف هو هنا ان انت بتقترب بشكل كبير من كاس العالم في اجيال اجيال الممكن تكون الاعلى في مستوى الفني لمنتخبنا الوطني ما وصلوش نتذكر طبعا جيل ابو تريكا وبركات وميدو و2006 و2008 و2010 بالرغم من امكاناتهم الرهيبة اللي انا كنت بقول عليها الرهيبة والمميزة جدا وتقلقهم في بطولة افريقا واحصرهم على هذه البطولة تلات مرات متتالية انما انت ما وصلتش كاس عالم خلاص يعني طبعا الامور كانت بالرغم من امكاناتهم دي لكن ما وصلوش كاس عالم اللي هو الحلم اللي موجود لجماهير مصرية من 90 اعتقد يعني اما توصل كمصر توصل مرتين فقط في تاريخها لكاس العالم ده شيء صعب جدا جدا بالرغم من سيطرتك على البطولات الافريقية وان انت بطل افريقيا لانت يعني اكتر المنتخبات الافريقية حصولا على هذه البطولة الافريقية فبالتالي انك ما توصلش كاس عالم غير مرتين بس في تاريخك اخيرهم 90 ده حاجة طبعا صعبة جدا على جمهورنا كمان اللي كله امل وحلم في هذا الجيل واعتقد هم كمان كلاعبين بيفكروا في الجزئيه دي خصوصا الامور بقى يعني اما تيدي تكلمة عندك ست نقاط دايما احنا كان بداياتنا كانت بتبقى وحشة لو نتذكر دايما بداياتنا بتبقى وحشة فبالتالي الامور بتهرب مننا لكن الحمد لله انت عندك ست نقاط عندك مباراة مع اوغندا وعندك بعديها بخمس ايام مباراة مع اوغندا هنا يوم الثلاثة ان شاء الله بعد رجوع ان شاء الله يوم الخميس الامور لو انت اشتغلت بشكل مميز وركست واللعيبة كان كلها هدف وحماس وتركيز الامور هتسهل دايما الكرة بتدي للعايز يشتغل والعايز يكسب والعايز يعمل تاريخ والعايز يعمل هدف لنفسه مميز فبالتالي النهاردة مستر راكتو الكوبر شغال فنيا على يعني حتى الان بشكل احنا ممكن يعني بنقول ان احنا حقق وصوله للدور النهائي في كأس الامة افريقية وكنا بين قوصان او ادنى هناخد هذه البطولة لكن طبعا النصيب هو دار يعني خلاص ربنا بيبقى رايد انت اكتهدت وخلاص كاميرو اناخدت هذه البطولة منك لكن كأس العالم انت ماشي بشكل مميز الاول على هذه المجموعة الدنيا ماشية مزبوط الاستراتيجية ماشية بشكل ممزبوط مع مستر هكتور كوبر مباراة ان شاء الله لو احنا اجتهدنا فيها هنسهل الامور علينا بشكل كبير او احرصت هدف وحطيت اغاندا في حتة الضغط ان انت احرصت هدف الامور احسن نفسيا هتبقى النفسية ترتفع حتة المعنويات هترتفع لو انت احرصت هدف واكيد يعني هتبتدي تحافظ عليه هتبتدي تحافظ عليه او تزود فبالتالي الامور هتبقى بالنسبة لك بشكل مميز جدا لكن طبعا انت محتاج الاول الاجتهاد في الملعب والتركيز وهو ده اللي احنا محتاجينه من لعبتنا مش عايزين نحط عليهم ضغوط اكتر من كده ولكن طبعا هم عارفين مدى المسئولية ومدى مطالبة الجماهير بهذه المباراة والمباراة القادمة طبعا ان انت توصل من خلال هذه المباراة كأس العالم زي ما احنا عارفين ان مستر هكتور كوبر ضم طبعا مجموعة من اللاعبين او خلاص يعني خلاص دول المجموعة اللي اختاروا من سيد دكتور كوبر في حراس المرمى عصام الحضري احمد الشناوي شريف اكرامي خط الدفاع احمد فتحي احمد المحمدي عمر جابر رامي ربيعة احمد حجازي سعد سمير محمود طبعا في مجموعة استبعدت في الفترة اخيرة او قبل السفر خط الوسط حسام عشور محمد النيني طارق حامد سام مرسي وصالح جمعة محمد صلاح محمود الترزيجي ورمضون صبحي ومحمود كهرباء عبدالله السعيد يمكن استبعاد اربع لعبين طبعا ده طبعا خط الهجوم كان احمد حسن كوكا وعمر جمال استبعاد اربع لعبين من بعثة المتخب قبل السفر محمود عواد ومحمود عزة وايمن أشرف واحمد الشيخ بالاضافة طبعا لمصطفى فتحي للإصابة طبعا كل التوفيق للعبين اللي هم موجودين في التوقيت الحالي طبعا النهاردة غدرت بعثة المتخب الساعة 2 تأخرت من الطيارة 45 ديئة عن الإقلاع ولكن طبعا كل التوفيق ليهم هو ده اللي احنا يعني بنحاول واحنا الدعوات من وجودنا بقى هنا ومن وجود ان شاء الله حتى يوم الخميس ساعة 3 اللي هيكون ان شاء الله بتوقيت مصر هتكون المباراة هتكون 4 هناك بتوقيت اوغندا ويتلاتة هنا بتوقيت مصر هيكون الدعوات هو من دلوقتي حتى هذه المباراة كل زي ما بنقول الناصر المصر يا رب هو ده اللي احنا بنتمناه بأمر الله طبعا اتحاد الكرة ودوره وده الأهم بقى انت بتوفر الأمور كلها والإيجابيات كلها والأمور اللي انت بتبقى محتاجة كجهاز فني في شكل كبير وده هو ده الشغل الإداري وانس هنا بريدة ومجلس دارة جزء التحفيزي في الفترة يعني السابقة اعتقد ان هو مميز جدا 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 وحتة ان انت يبقى عندك طيارة بتنقل اللعبة بشكل طيارة خاصة تنقلهم لمكان اللعب سواء بقى فوقاندا او دول الأفرقية اللي انت هتلعب فيها بتريح كتير بتوفر كتير مجهود للعبين بتخليك في حال التركيز وراحة اعتقد ان احنا كنا محتاجينها في مباراة زي كده او في حلم احنا عايزين نوصله ان انت بتوصل او بتوفر كل الصبل الراحة للفريق عشان يبقى ما عندوش اي مشاكل ما عندوش اي جهاد ما عندوش اي جزئية ممكن يبقى فيه زي ما اقول حتة الجزء الحاججي او احنا مثلا بنقول احنا تعبنا في السفرية احنا سفرية كتت مجهدة او مجهدة بتجهدنا في شكل لا خلاص الأمور بقت سهلة وبسيطة وجود طيارة خاصة لمنتخبنا الوطني للوصول طبعا لكمبالا هناك واللعب على ملعب نيلسون منديلا بكمبالا اعتقد الأمور بقت بسيطة وسهلة تمرينة واحدة ان شاء الله منتخبنا الوطني هيتمرانة في منتخب او في كمبالا هناك تمرينة واحدة ثم طبعا ان شاء الله المباراة زي ما بقولكو الساعة ثلاثة يعني محمد صلاح طبعا نجمنا ونجم الريدز في بريمر ليج مجمنا طبعا لسه كان من يومين احرز هدف وكان فيه اسيست كمان في هذه المباراة امام فريق كبير زي الارسنل وتفوق الريدز على الارسنل يعني محمد صلاح لاعب كلنا بنحبه كلنا بنستمتع به وكلنا بنتمناله وبندعيله دائما بالسمرار موجود بقى مع انتخبنا وبنتطمن عليه ومهندس انا بوريدا بيقعد معاه وبيتطمن عليه من خلال طبعا وجوده في المطار قبل السفر وطموحه بقى في الفترة اللي جاي اعتقد يعني بعد الامكانيات والشغل اللي بيعمله في الدور الانجليزي اعتقد هو امله بقى مع المنتخب هو ده اللي احنا مستنينه من صلاح ان شاء الله انه يعتبر قائد في فريق منتخبنا الوطني ويمكن محفز بشكل بي لما نجي نبص على الوسائل الاعلام الافريقية غانا ساكا موقع غانا ساكا بيتكلم على محمد صلاح وبيتكلم انه هو تألق بشكل كبير في اخر مباراة امام الارسنل انه هو من اللعيبة المميزة اللي بيعتمد عليهم المنتخب مصر ده حاجة مميزة ما يبقى عندك لعيبة كتير باسميهم بتتردد في الدول الاوروبية فبالتالي وجودهم مع منتخبنا الوطني وتجي تتكلم عليها وسائل الاعلام الافريقية بيبقى لها اثر كبير على نفوس المنتخبات التانية عشان كده محمد صلاح وجوده اعتقد انه بيبقى مميز جدا مع وجود رمضان ان شاء الله مع وجود ترزيجي احمد حجازي كلهم كلهم مش عايز انسى حد عشان كده احنا دايما بنطالب يبقى العدد اكبر في المحترفين ان شاء الله السنة الجاية واللي بعدها واللي بعدها عدد المحترفين يزيد احنا عارفين ده الاول مرة يبقى عدد كبير جدا في منتخبنا الوطني بهذا الحجم او بهذا العدد مع المنتخب الوطني عدد كبير فبالتالي يا رب ان شاء الله دايما نشوف عدد من المحترفين بيزيد في مصر وبيزيد طبعا ده محمد صلاح لما كان في اي اس روما كان مميز وكنا متوقعين ان محمد مع الفريق ده هيكامل بنتيجة نجاحه لكن طبعا الحمد لله وجوده ايضا مع ليفر بول الانجليزي زود كمان شهرته بشكل كبير وتسعت شهرته في الدول الاوروبية لان اما تنتقل من تجربة احتراف في الدوري الايطالي وتنجح وتنتقل للدوري الانجليزي بريمير ليج وتنجح اعتقد ان هي بتخليه كمان سيتو يزيع بشكل كبير في اوروبا نتمنى بقى ان شاء الله التجربة الجاية يبقى في برشلونة او في ريال مدريد الاندية الاكسر شهرة في اوروبا بشكل كبير والدول الاكسر قوة كمان بالاضافة طبعا للدور الانجليزي والدولات الاوروبية محمد صلاحي بقى موجود ويبقى هو يعني شاء الله بريقة امل لمصر وقضوة بتتحط اللاعبين المصريين من خلال طبعا تواجده في وهو زميله في اوروبا يعني عايز اقول لدور محمد صلاح في المباراة القادمة مهم جدا مع متخابنا الوطني مهم جدا ان شاء الله يديهم الثقة ومهم جدا جزء ان انت ما تضيعش بقى فرصة المباراة القادمة انك ما تضيعش الفرص وتركز بشكل كبير هو ده اللي احنا محتاجينه لان ممكن ما جالكش غير واحدة بس واحدة او اتنين بكتير انك تحرزها وتبتدي تحافظ عليها او تزودها بهدف تاني هو ده الهدف من المباراة اعتقد مستر هكتور كوبر هي دي استراتيجيته في المباراة زي كده مباراة بتبقى خارج الارض صعبة تبتدي تأمن او بتبقى حازر جدا دفاعيا تبتدي تشتغل على محمد صلاح تشتغل على تريزيجية او رمضان صبحي في الامام هيكون طبعا يعني توقعي ان مستر هكتور كوبر هيلعب بكهرباء كرأس حربة يعني عمر جمال امورها تبقى بعيدة شوية يعني هنشوف اللي ممكن يحصل من خلال مستر هكتور كوبر في المواجهة القادمة ومين هيكون موجودة لكن الاقرب زي ما بقول لكم هيكون كهرباء كرأس حربة وتحتية عبدالله السعيد محمد صلاح وتريزيجية لو مش تريزيجية هيبقى موجود رمضان صبحي منذ البداية كلام بقى كتير على حتة حرص المرمى من تصريحات او من كلام كابتان احمد ناجي يعني حتة الخبرات والمباراة محتاجة خبرات كلام الاقرب عصام الحاضر بالرغم طبعا من شريف تقلقه والشناوي ايضا تقلقه شريف السنة دي عامل موسم استثنائي بالنسباله كلين شيت في عدد مباراة او كسر كتير عدد مباراة كلين شيت اعتقد ان هو مميز هذا الموسم ولكن انت برضو الجهاز الفاني المنتخب بيبقى ليه رؤية مختلفة بتكلم على الخبرات بتكلم على العيبة ممكن تكون جاهزة في التوقيت ده هو ده اللي احنا يعني منتظرينه بقى لكن هم شايفين المباراة من وجهة نظرهم بشكل مختلف باختياراته للعيبة بشكل مختلف هو القدرة بمنتخبنا الوطني وهو اللي هيتحاسب في الاول وفي الاخر ده ماتش مباراة مصر وتونس واحد سفر ويمكن التشكيل مش هتغير كتير عن هذه المباراة وده استراتيجية مستر هيكتور كوبر باستمر ولكنا هيتم تغيير بعض الاسامي للعبين فبالتالي يا رب ان شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا ده كان كلامي عن منتخبنا الوطني يعني يا رب ان شاء الله طبعا زي ما أقول لكم المنتخب سفر النهاردة الساعة اثنين ونص الضهر تأخرت الطيارة خمسة واربعين ديئة ووصول بعد خمس ساعات يعني تقريبا زمانهم على وصول ايضا السفيرة مي طاها سفيرة مصر في اوغندا هتكون في استقبال البعثة العشاء هيكون الساعة تسعة مساء اليوم ثم تدريب واحد فقط يوم الأربعة الساعة ثلاثة الضهر بتوقيت القاهرة نفس توقيت المباراة ومؤتمر صحفي لمستر هيكتور كوبر بعد التمرين الحديث عن المباراة والمباراة هكون يوم الخميس بتوقيت أربعة الضهر أو العصر بتوقيت أغندا والثلاثة بتوقيت القاهرة العودة هكون الخميس إن شاء الله والوصول لبرج العرب استعدادا مباشرة هيخش معسكر على طول استعدادا إن شاء الله لمباراة العودة يوم 5 في ستمبر الثلاثة إن شاء الله كل التوفيق للمنتخبنا الوطني في واصل سريع واستقبل ضيفي الناقد الرياضي وليد الحديدي كلام عن المنتخبنا الوطني وأيضا السعالات النادي الأهلي للموسم القادم